تزغر ولاية البويرا بعدد معتبر من السدود والمجمعات المائية إلا أن سكان بعض بلديتها يعيشون أزمة عطش خانقة مثل ما هو الشان قرى بلدية معلة المحاذية لثاني أكبر سد في الجزائر والذي يزود وزيد من خمس ولايات بالمياه الصالحة للشرب البارج هذا يسبل خمس ولايات حتى الجلفة بوكزول ما يخليش مؤسسة الجزائرية للمياه لم تحرك ساكنا من أجل إيجاد حل لهذه الأزمة إلا أنها سارعت لتحريك دعوات قضائية ضد السكان بحجة أنهم امتنعوا عن تسديد ديونهم والتي وصفها المواطنون المعنيون بديون استهلاك الهواء وليس الماء ظلمتني لديو أنا هنبعثوني للمحكمة ديجا وعندي دوستة للمحكمة 17 في الشهر والمحنياء يجينا الريح ويبعثونا لديو الفاتورات نخلصوا وعقبونا نقلوا وتعقبوه الله جوستيس جاتلين الشمعونة يوتي المهنياء ورعبوا بيا بلانت عن جدر مياه بالياه ونحا قطع تشماء وأنا ما قطعش تشماء وبعثوا ريبورسيز جميلة المائتين وأنا مش قادر نخلص جميلة المائتين بأن دير كونتورة على الماء والماء ما عندناش نجيبونا الماء حناكي مغاشي اللي ما نلقاه في الروبيني عندي كل يومنا نفتح نلقى الماء نخلصوا على ما نخلص بسحنا لا يبعثونا الريح وتجدر الإشارة إلى أننا نتصنى بمدير مؤسسة الجزائرية للمياه إلا أنه لم يكن موجودا ترجمة نانسي قنقر